اهلا بحضراتكم مصر طول الوقت بتبهر العالم كله بمواهب اولدها هتقولوا عليها منحاز اه انا منحاز طبيعا ان انا اكون منحاز لشباب بلدي اللي هما بجد شطار يعني انا والله مش انحياس كده وخلاص لا الناس دي كله فترة بيثبتوا ده يعني يمكن ده اللي حصل بقى في مسابقة سفراء الثقافة الصغار العالمية اللي اطلقتها احدى المؤسسات الصينية تحت عنوان الفن الصيني المفضل والجميل ان اللي فاز بن مسابقة دي هما بنتين من مصر عمره كل واحدة فيهم حمالي 15 سنة تقريبا يعني كرمهم السفير الصيني 15 سنة يعني ومشرفيننا ما شاء الله السفير الصيني كرمهم السفير الصيني في مصر بعدما فازوا بأعمالهم من بين 457 طفل وطفلة او شب وشبة يعني من 41 دولة البنتين دول هما الطالبة حبيبة محمد قط واجانا احمد السيد وهم مناورين النهاردة في استوديو طابور الصباح علشان يكلمونا اكتر عن المسابقة ومشاركتهم فيها اهلا بكم ازيكو بنات ازيكو بنات مبروك الاول على الجواز الجميلة اللي انتوا ياخدينها وبجد فرحان بكم جدا يعني من شكرا لحضرتكو خليني عبدأ معاكي حبيبة انت عرفتي ازاي المسابقة وشاركتي فيها ازاي يحكيلي كده كواليس اكتشفت المسابقة عن طريق ادارة المهوبين في القاهرة دكتور عز واستاذ ايناس اه وبدأت بدأت قدمتي بقى في المسابقة تواصلتي معاهم وقدمتي ده الضغط هل يعني اعملت استمارات روحتي الموضوع كان اونلاين ولا روحت لهم هناك المكان ولا ايه اللي حصل هو كان فيه شروط المسابقة اللي تعمل فيديو لخطوات الرسم فبحثت عن التاريخ الصين وثقافته الجميلة و بعدين عملت فكرة للمسابقة عملت زي بازل في كل حاجة بتحكي عن الصين لا استاني انت هتحرقيلي حكيش علايا كده حكيش علايا طيب يعني انت اشتركت في المسابقة وطلبوا منك ان انت تقدم وهيب معاينة وانت شاركت بالرسم هنروح بقى للتفاصيل ده بس خلينا عرف من جانا هي عارفت زيب المسابقة وشاركت فيها ازاي عن طريق المدرسة المرسة اعلنت عنها وطبعا كان تحت اشراف مشروبين بالمدرسة زي شوني القياي وتحت اشراف اللي دوتو موهوبين بالادارة مثل رانطة طاها ومشوف الموهوبين بموضوع القاهرة دكتور عز الرجال ومرسة برضو هي اللي اعلنت عنها وانتي اشتركت كانت ايه الموهبة اللي شاركت بها اللي انا اعمل فيديو يتكلم عن الحرف اليدوية عن طريبة السيوف والبندورة اللي هو بيحتفلوا بيها يعني كانت عن الحرف اليدوية